قبل العيد بنتهدى في الخبيز احنا الخامسة بنات بنقعد نخبز مع امي امكين يعني اكتر من عشر تيام ونخبز كميات من الخبيز وتبقى تقعد في الصفايح عشان تتوزع للجيران والحبايب واحنا في النهاية ما بناكل الخبيز وبتخطى فيه يعني شيالة الخبيز في الصالون ولما نيجيك الضيوف وتقدم ليك خبيز امك عاد بتزغل ليك لو مدت ايدك على الخبيز كوباية من السكر 100 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة بيضة بحرارة الغرفة وده كوكيز مميز ربع ملعقة صغيرة من فنيلة البودرة ملعقة صغيرة من بشر الليمون الأصدر ملعقة صغيرة من بشر الليمون الأخضر وملعقة صغيرة من عصير الليمون كم شد ايد من النعناع ويزر من الملح وبخلطهم ولو انتوا من الزمن القديم افتبوا لي في التعليقات كنتوا بتخبزوا بالصفايح والجرادل وفي الآخر بتوزع للجيران ولا لا وبتشاهدون من أنهي دولة بعد ما ضربتم على الناعم ضفت كوباية ونص من الدقيق ملعقة كبيرة من النشا ملعقة صغيرة من الباكين باودر ونص ملعقة صغيرة من الباكينج سودا بخلطهم صويا وما بيحتاج حتى الدقيق للكوكيز ده إنه يكون يعني منخول عادي كوباية ونص من الدقيق العادي بريحهم في التلاجة الحديد ما يتماسكوا معايا وبعد كده بستعمل الملعقة الكبيرة بتاعة المعيار وبعملهم كور وكل كورة وكورة في الأول بغلفها بسكر عادي وبعد السكر عادي بغلفها كتير كده كويس بسكر البودرة عشان تديني يعني الشكل بتاع بيسمون زي الظرافة كده بدخلهم في الفرن الساخن درجة حرارة 180 بياخدوا لحما ياخدوا اللون الحلو أو ممكن تطلعوا قبلي كده إحنا بنحب اللون يكون كده محمر حلو وده أحلى كوكيز حيكون من بره مجرمش ومن جوه تري وإن شاء الله عاد الشيالة الخبيز دي تطلع اكسبلور بالكوكيز الأمريكاني وتصل العشرة مليون وما تنسونا باللايك والكومنت والشيرات عشان تصل الفيديوهات لكل المتابعة